في المثال الخامس والعشرين لدينا خزان شكله كروي فلذلك الأغلب سيعتقد أن الحجم الذي سنتحدث عنه هو حجم الكرة لكن هنا ليس حجم الكرة الحجم الذي أريده هو حجم الماء في هذا الخزان الكروي ويعطى بالعلاقة باي في آر ضرب H2-1-3 باي H3 والH هي ارتفاع الماء داخل الخزان والA هي نصف قطر هذه الكرة وهي قيمة ثابتة لن تتغير أبدا وهي تساوي الستين معدل ضخ الماء وهو معدل تغير الحجم عشرة أقدام مكعب الآن لدينا نصف قطر لسطح الماء الذي بالخزان هذا يتغير على حسب ارتفاع الماء من الممكن أن يزداد أو يتناقص والذي يريده مني في هذا السؤال هو معدل تغير نصف قطر سطح المياه سنحاول البحث على علاقات مرتبطة ببعضها أو معدلات مرتبطة ببعض لاحظوا هذا أيضا نصف قطر الكرة وهو قيمة ثابتة لو قمنا برسمه بهذا الشكل سنحصل على مسلط قائم لدينا نصف قطر الكرة ونصف قطر سطح المياه وأيضا لدينا هذا الظلع هذا الظلع هو باختصار هو نصف قطر الكرة كامل ونطرح منه ارتفاع سطح المياه ولاحظوا طبقنا قاعدة في ثغوث مربع الوتر يساوي مربع الظلعين فالآن سنبدأ باشتقاق المعادلة الأولى معادلة حجم سطح أو حجم المياه داخل الخزان وكما ذكرت هذه القاعدة يجب أن تحفظ أو تعطى في السؤال لا تنسى أن R كابيتل هي قيمة ثابتة قيمتها 60 الـ H هي تتغير بالنسبة للزمن فمشتقته HS1 مضربة بـ H مشتقة وأخذنا الاثنان لليسار سالب ثلث باي وأيضا هذا الثلث كعملية الضرب يبقى HS2 مضرور بـ H مشتقة أو دلتا H على دلتا T مشتقة الحجم هي معدل تغير الحجم 10 2 في 60 120 باي في H أسوأ حدوة والآن سنوضح ما هي الـ H أو ما هو الارتفاع وأخذنا لاحظوا الـ H مشتقة كعامل مشترك في الخارج DH على DT وهو معدل تغير الارتفاع HS2 الآن كما ذكرت الـ H سنقوم بتعويضها 60 لماذا 60؟ لأنه ذكر لي في القسم A أن الخزان سيمتل إلى النصف وعندما يكون سطح المياه يصل إلى نصف الخزان بهذا الشكل فيكون نصف القطر لسطح المياه هو نفسه نصف القطر للكرة وهو نفسه الارتفاع فلذلك عوضنا الـ H 60 في المعادلة وسنبدأ بحلها فـ H مشتقة تساوي قيمة ما داخل الأقواص هي 3600 باي فـ 10 على 3600 باي بالقسمة فمعدل تغير الارتفاع هو 1 على 360 باي سنقوم بتسجيل هذه القيمة ونبدأ باشتقاق قاعدة في ثغاث التي كتبناها في البداية الـ R capital قيمة ثابتة قيمتها 60 فلذلك مشتقتها صفر أما نصف قطر سطح المياه وهو متغير بالنسبة للوقت يكون 2 في R S1 في R مشتقة هذه المشتقات الضمنية وإذا أردنا اشتقاق ما داخل الأقواص باستخدام قاعدة السلسلة نأخذ الـ S2 ضرب سنقوم بتعويض الـ R والـ H هي 60 و60 كما ذكرنا متساوي لأن سطح المياه هو عند منتصف هذه الكرة مضربة بمشتقة ما داخل الأقواص أي H مشتقة لكن سالب H مشتقة طبعا 60 نقص 60 صفر فلذلك هذا الحد كله صفر ومنه بعد القسمة على 2R فR مشتقة ومعدل أي معدل تغير نصف القطر يساوي الصفر بالفعل عند هذه النقطة يكون معدل تغير نصف القطر يساوي الصفر لأنه بالحقيقة سطح الماء عندما كانت تزداد حجم المياه كان نصف القطر للمياه يزداد لكن بعد أن يتعدى نصف الكرة سيبدأ بالتناقص مرة أخرى فعند نصف الكرة بالضبط يكون المعدل صفر ثم يبدأ بالتناقص مثل مفهوم الميل تغير اتجاه الميل من الموجب إلى السلم الطلب بي ذكر لي أن معدلة تغير الارتفاع يساوي معدل تغير نصف القطر لسطح المياه أي R small سنبدأ أيضا باستخدام قاعدة في ثغرس من نفس المثلث طبعا هنا يريد مني قيمة الارتفاع ليس معدل تغير الارتفاع يريد مني قيمة الارتفاع بالضبط سنستخدم نفس المثلث القائم أي الوتر S2 وهذا هو الوتر R capital وهو نصف القطر للكرة يساوي مربع الضلعين R small S2 زائد كما ذكرنا R ناقص H S2 بالاشتقاق R capital قيمة ثابتة مشتقتها صفر R small هي تتغير بالنسبة للوقت فيكون 2 R S1 في R مشتقة وهنا باستخدام قاعدة السلسلة كما قمنا بالقسم الأول 2R ناقص H في سالب H مشتقة طبعا للتذكير الأقواص باستخدام السلسلة اشتقيناها الآن 2 في R أي هو R مشتقة ونقوم باستخدام الضرب سالب 2H مشتقة في 60 طبعا ما هي 60 60 قيمة R capital نصف القطر زائد لأن السالب في السالب سالب H في سالب H مشتقة موجب 2H في H مشتقة طبعا هنا الأرتفاع أنا لا أعلمه لم يعطيني قيمة الأرتفاع لكن بما أن معدلات التغير للنصف القطر والأرتفاع متساوي سنأخذ عامل مشترك لهذه الحدود الثلاث وأقسم عليه مباشرة أقسم الصفر على هذا العام المشترك فيبقى 2R ناقص 120 أي 2 في 60 زائد 2H أعيد أخذنا R مشتقة والH مشتقة والH مشتقة عامل مشترك لأن قيمهم متساوية الآن نقوم بحل هذه المعادلة بالنسبة لقيمة R بعد القسمة على 2 ونقل الـ H والـ 120 إلى اليسار وقمنا بقسمته على 2 يبقى 60 ناقص H وهو الأرتفاع هذه القيمة الآن نعيد تعويضها بالمعادلة معادلة فيه الغرس التي بدأنا بها RS2 يساوي RS RS2 small R capital هي نصف القطر للكرة بشكل كامل عوض R small التي أوجدناها R capital هي ستين ستين وساتن ثلاثة ألاف وستمائة A small قمنا بإيجادها بالأسفل ستين ناقص H وساتن زاد R capital هي أيضا ستين ستين ناقص H وساتن ستين ناقص H وستين ناقص H هي اثنان ستين ناقص H وساتن بحل هذه المعادلة اقسم على اثنان في البداية فيبقى 1800 فستين ناقص H وستثنان يساوي 1800 باستخدام الجذر التربيعي للطرفين يكون لدينا قيمتين طبعا لا تنسى قيمة موجبة وقيمة سالبة سنتأكد منها بالآلة حاسبة جذر 1800 هو 30 جذر الاثنان فإما موجب 30 جذر الاثنان أو سالب 30 جذر الاثنان الآن نقوم بحل المعادلتين الموجبة والسالبة لإيجاد قيمة H والH هو الارتفاع هذا الارتفاع يكون معدل تغيره أو عنده هذا الارتفاع يكون معدل تغيره مساوي لمعدل تغير نصف القطر المعادلة الأولى تكون بتغيير الإشارات وطلح الستين يكون 17.57 وهنا يكون 102 تقريبا طبعا يكون لدينا 60 زائد 30 جذر الاثنان فيكون تقريبا 102 وأربعة أجزاء العشرة